لنفترض أن لدينا مجال مغناطيسي يأتي من الجانب الأيمن من الشاشة مجال مغناطيسي يرمز له بالرمز B سوف أرسم سهم واحد فقط الاتجاه المجال المغناطيسي من اليمين إلى اليسار هذا متجاه المجال المغناطيسي B وهنا أيضا في الأسفل سوف أرسم مجال مغناطيسي آخر يسير من اليمين إلى اليسار وداخل هذا المجال لدينا دائرة كهربائية سأرسم الدائرة هذه دائرة كهربائية إذا لدينا هنا دائرة كهربائية لنفترض أن جزء من الدائرة هي حلقة يمكن أن تتخيل أخذ مشبك ورق وتطبقه على هذا الشكل لدينا تيار يسير هذا التيار في هذا الاتجاه من الموجب للسالب إذن هذا هو اتجاه التيار يسير في الحلقة بهذا الشكل لنفرض أن هذه الحلقة يمكن أن يكون مشبك ورق نفرض أنه يدور وهذا مهم جدا حسناً ماذا سيحدث؟ حسناً المجال المغناطيسي يسير في هذا الاتجاه من اليمين إلى الإسار التيار يسير في هذا الاتجاه ماذا سيكون القوة الكلية للمجال المغناطيسي على هذه الحلقة؟ لو لاحظنا عند نقاط مختلفة من التيار نعلم أن القوة المجال المغناطيسي F متجه تساوي سدة التيار كهربائي يرمزها بالرمز I ضرب L متجه الطول ضرب المجال المغناطيسي إذن ضرب B إذن ماذا ستكون القوة المجال المغناطيسي على هذا الجزء من السلك؟ دعنا نختار هذا الجزء من السلك سوف ألونه باللون الأخضر ماذا ستكون القوة المجال المغناطيسي على هذا الجزء من السلك؟ يمكن تسميته L وهو يسير في نفس الاتجاه للتيار إذن التيار يسير للأسفل المجال المغناطيسي لليسار لدينا ضرب اتجاهي ضرب اتجاهي وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى أو قاعدة اليد اليمنى الثالثة حيث يمثل يمثل بي المجال المغناطيسي اجعل أصابعك أو أصابع يدك اليمنى تشير في اتجاه المجال المغناطيسي إذن هذا هو اتجاه المجال المغناطيسي والإبهام يشير إلى اتجاه التيار إذن هذا الإبهام يشير إلى اتجاه التيار I الإبهام إذن يشير إلى اتجاه التيار الاصطلاحي في السلك يكون اتجاه القوة المؤثرة واتجاه عمودي على باطن الكف ونحو خارج الكف يستخدم الرمز X للإشارة إلى أن السهم إلى داخل الورقة الشاشة الورقة أو الشاشة والرمز D للإشارة إلى خارج الشاشة أو الورقة إذن سوف يكون القوة في هذا الاتجاه إذن هذا الرمز يشير هذا الرمز للإشارة أن السهم إذن تكون هنا قوة قوة يشير هذا الإشارة إلى أن السهم إلى داخل الورقة وداخل الشاشة دعنا نأخذ الجزء الآخر من السلك سوف نأخذ هذا الجزء هذا الجزء من السلك سوف نلاحظنا موازي للمجال المغناطيسي الزاوية بين التيار ومتجه المجال المغناطيسي ثيتا تساوي 180 درجة إذا كان المجال المغناطيسي موازيا للسلك فإن القوة سوف تصبح مساوية للصفر نفس الشيء لهذا الجزء نفس الشيء لهذا الجزء من السلك ومن الدائرة الكهربائية سوف يكون موازي لأنهم ليس متعامدين مع المجال المغناطيسي دعنا نأخذ الجانب الآخر هذا الجانب موجود في يمين الدائرة نفس الشيء نأخذ الضرب الاتجاهي الضرب B إذن بتطبيق قاعدة اليد اليمنى أصابع يدك اليمنى في اتجاه المجال المغناطيسي هذا اتجاه المجال المغناطيسي الإبهام يشير لدينا إلى اتجاه التيار اتجاه التيار إلى الأعلى في هذا الجزء من الدائرة يكون اتجاه القوة المؤثرة في السلك في اتجاه عمودي سوف نرسل اتجاه العمودي بهذا الشكل خارج من باطن كف اليد إذن ماذا سيحدث؟ إذن هنا قوة ستكون خارجة من الشاشة أو من الورقة إذن بافتراض أن الدائرة الكهربائية تدور عمليا المجال المغناطيسي سيولد عزم دوراني على هذا السلك سيدور في هذا الاتجاه سوف يدور في هذا الاتجاه إذن سوف يدور في هذا الاتجاه ستكون الدائرة بهذا الشكل عند الدوران إذن دائرة الكهربائية سوف تكون بهذا الشكل الجزء الايمن قريب للشاشة والجزء الايسر داخلي للشاشة إذن هذا هو اتجاه التيار الكهربائي إذن سيدور في هذا الاتجاه ستكون الدائرة الكهربائية بهذا الشكل عند الدوران إذن هذا هو محور الدوران التيار يسير في نفس الاتجاه بتطبيق قاعدة اليد اليمنى على هذا الجانب بتطبيق قاعدة اليد اليمنى على هذا الجانب إذن المجال المغناطيسي سيبذل قوة إلى أسفل إذن قوة سيبذلها إلى أسفل هذا المجال المغناطيسي سيبذل قوة إلى أسفل لكن عزم الدوران سوف يكون أقل ومن ثم يمكن أن تتخيل أثناء دوران الملف نحو الوضع العمودي على الصفحة سيتناقص عزم الازدواج المؤثر عليه مقداراً ولكن سيبقى في نفس الاتجاه حتى يصبح الملف الوضع الرأسي تماماً فماذا سيحدث؟ هذا ما سنكمله في الفيديو القادم وشكراً